هيبتعلا نشوف الخبر ده يلا أحمد فاهمي أسخر من محمد رمضان بعد صورته في المستشفى الدكتور صور إيه؟ الدكتور اللي صورني وأفوه عن العمل مدى الحقيق آه هي دي كانت بداية يعني أنت مالك آه طبعا سؤال أيوة صح أنت ليه بتدخل نفسك في الحاكم دي؟ صح 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 بتخلق مشاكل بينك وبين أصحابك إحنا خناقتنا اللي هي الكبيرة ما كانتش بسبب الموضات بسبب إيه؟ كان بسبب برنامج مع إبراهيم فايق وهو سألني هانس زاهد اعتذرت عن مسلسل كذا بسببك فقلت له لأ طبعا قال لي طب لو كانت رجعت لك كنت هتخليها توافق فقلت له على الدور ده لأ لأن كنت شايف أن مساحته مش مناسبة مش حكاية رمضان أو يعني هقل مسحيتني من النوم على فكرة قالت لي أنا جالي مسلسل محمد فقلت لها حلو جدا وجد نجمه متشاف كويس جدا وراجب نجم كبير لما قالت لي المساحة فقلت لها لأ لأن أنت دخلت تعملي بطولة ودخلت تعملي بطولة فيلم ومسلسل فمش وقتها أن أنت تعملي ده دلوقتي كان ممكن من سنتين إنما لو بطولة قدامه بمساحة الحلقات كلها طبعاً شايف أنه أنا ممكن تشيل بطولة قدام حمد رواني إذا كان شايفة بتعمل بطولة لوحدة في الوقت اللي اتعرض عليها هو كان نفس الوقت كانت ماضت ده في نفس الوقت كانت ماضت بس لسه ما بقتش بطلة أنا فاهم بس أقصد أن أقل حاجة أنا شايف ده كان البلان أن هي تبقى قدام البطل طب أنت شايف أن ده السبب الرئيسي اللي خلى فيه بينكو تلقيح كلام هو بقى تاني يوم على السوشيال ميديا هو يعني ينزل حاجة فأنا رديت إيه الحاجة؟ كان نزل أنا لما كلمت مع إبراهيم فهو قال لي أنت تشتغل مع محمد في ساعاتها أنا قلت له ما أعتقدش أنه نحن هينفع نتقابل في حاجة لأن إحنا حاجاتنا مختلفة ده اللي تقال مدرسة ومدرسة مختلفة لكن محمد نجمي كبير قلت الكلام ده كله يعني مش ما بخافش من حد عشان أقول لي ما أقولش من ثلاث سنين كان فيه هجوم على محمد وأنا اللي كنت طالع دافع مع عمر ليسي فدكتور عمر كان في برنامج مش فاكة كان إيه فقلت له رجع حتى إبراهيم لحلقة دكتور عمر وشوفوها أنا بتكلم عن الحلقة قويس جدا فهو جاب الحيطة من الحلقة دي وعمل منش اللي أحمد فامي بتعوامة اللي هو أنا مش شايفة كعن فأنا قمت برضو ردت بفيديو تقيل فهو رد فأنا رديت فالموضوع كبير فبدأ الناس تدخل ما بيننا أحمد السعداني محمد إمام والناس كلها تكلمني ودخلتوا بأكلاب كمان في الموضوع آه آه فالحصل ده كله اتلم بعد كده لأن في الآخر اللي بيننا برضو لأنا عمري غلط فيه فنيا ولا غلط في حاجة تخصه ولا هو حصل سوق تفاهم اللي أنت بتقوليه دوقتي عشان ما تويش الموضوع فكرة أن أنا كتبت على الصورة بتاعت الدكتور في المستشفى مش هو حر ينزل هو عايزه موافق ما أنا بقوليك أنا غلطان في دي يعني هقولك إيه أكتر من مش أنت عايزة تسأليني دي أنا غلطان فيها التانية فعلا ما كنتش غلطان لأن أنا ما أسأتش لي في حاجة وللأمانة هي كان تجاوز منا نحن نتنين على طب بصراحة كده أنت كنت بترمي على موضوع تاني تاعت الطيار آآ آآ كنت برمي على موضوع الطيار طبعا طيب ما هو كان بيرمي على موضوع الطيار برضو محمد فأنا أمت راضد عشان كده هي حاجة تخصه ما أنا غلطان طب أنت كنت معاه ولا ضده في موضوع طيار ده معرفش تفاصيل لا أنت أنت طب أنت خلت موضوع في لي أنا كنت ضد السخرية بس أن الراجل رزق تقطع فخلاص سيبه حتى لو هو غلطان أنا معرفش مين اللي غلطان فيهم والله بس بعدها حد رزق تقطع سيبه يبقى أخذ جزاءه لو هو غلطان ولو مش غلطان يبقى الراجل مصدوم يبقى حرام برضو فده كان وجهة نظري لكن أفرول لا أنا اللي غلطان طبعا فوق ما كتبش نجوم رمضان معاك على واتشت اشترك وما تخليش حاجة تفوتك